اهلا بحضراتكم من جديد منذ قليل وصلت بعثتنا بعثة الفريق الاول لكرة القدم الى العاصمة الجزائرية الجزائر استعدادا للقاء العودة في مباراة قبل النهائي مع وفاق سطيف طبعا حضراتكم عارفين مباراة الذهاب انتهت بالفوز 4-0 ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا يترقص البعثة نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الكابتن عامري فاروق وطبعا زما حضراتكم تابعتم على شاشتنا حرس الكابتن محمود الخطيب على الاجتماع مع الفريق قبل السفر واكيد حثهم على يعني بزل مزيد من الجهد وعدم الاطمئنان للنتيجة حضراتكم عارفين ان كرة القدم كل شيء فيها وارد ولكن فرقتنا جهزا يمكن دي لقطات من الوصول واستقبال الرسمي للبعثة وزا ما قلت حضراتكم يترقص البعثة الكابتن العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة وطبعا زما حضراتكم شايفين مندوب نادي وفاق سطيف او المسؤولين في نادي وفاق سطيف بيساعدوا الفريق لانهاء اجراءاتهم سريعا والدخول والوصول الى يعني مقر الاقامة وطبعا استاذ طريق انديل عضو مجلس الادارة كابتن ساد عبد الحفيز كابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة يعني البعثة كلها الحمد لله وصلت بسلام الله وحضراتكم عارفين نادي الاهلي يعني رايح بنتيجة جيدة الحمد لله اربع صفر ولكن كرة القدم لا تعرف غير بزل الجهد ويمكن فرقنا عارف كده وده اكبر دليل على ذلك والاهتمام بالمموراه هو اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس ماكس دارة نادي الاهلي نهارده بالفريق قبل ما يسافر وكان يعني حريص جدا يعني ما بقاش فيه استرخاء من اللاعبين بالنتيجة ولكن بزل مزيد من الجهد وان شاء الله نرجع بفوز ايضا حتى نوصل الى المموراه النهائية طبعا البطولة دي لها طعم تاني وهدف تاني يمكن هنكون ان شاء الله اول نادي في افريقيا حصول على بطولة افريقيا ثلاث مرات واربعات اذا هذه البطولة مش بس بطولة يعني افريقية تؤهينا لبطولة العالم ولكن هي رقم جديد هيتضاف لارقام النادي الاهلي اللي بيصعب كسرها في كل مكان وخلينا اقول لحضراتكم كمان انه يعني الفريق مباراته يوم السبت وطبعا اكيد النهاردة وصول الجزائر هيكون طبعا في راحة بكرة هيكون اكيد في تمرينة واكيد هنتابع سير الفرقة كلها وبرنامج الفريق كله على شاشة قناة النادي الاهلي وهنجيب لحضراتكم حصريا امور مش هتشوفوها غير على قناة النادي الاهلي هيكون اكيد في التمرين كاميرتنا يكون مجودة معاهم الاستعدادات مرسلين هناك هجيب لكم وضع الفريق مبارات يوم السبت ومبارات مهمة جدا خلاص فاضل مباراة ونوصل الى تسعين دي ونوصل الى مباراة النهائية يمكن توفيق الفريق كبير كان هنا الحمد لله رب العالمين هو وضع ضغط كبير على فريق وفاق سطيف لانه الحقيقة متأخر بفرق اربعة الموضوع يعني صعب عليهم ولكن في نفس الوقت اذا ما حضركم عارفين كرة القدم لا تعرف في الملعب غير بزل الجهد وتصور انها هيبقى في ضغط من البداية ولكن فرقتنا ان شاء الله قادرة انها تعبر بمر الأمان خلينا خليوا حضركم حاجة كل ما الوقت هيمر في مبارات يوم السبت كل ما ان شاء الله هيكون عامل ضغط على وفاق ولكن ان شاء الله هيكون عامل هدوء نفسي للفريق بإذن الله مع مرور الوقت يمكن يكون اول ربع ساعة هي اصعب ربع ساعة دائما ابدا في المبارات اللي خارج ارضك اول ربع ساعة هي اهم ربع ساعة واهم توقيت في المبارات اول ربع ساعة اذا عدوا بامان الله بتبقى الامور بعد كده